فكرت في ايه وانت رايح سموحة بعد تجربة البنك الاهلي وانت رايح هتنفس مهاجم من المهاجمين المميزين ومهاجم هدف دوري في السنوات اللي فاتت ومهاجم كبير ومهاجم برضو يمكن راجع من الاهلي فعايز يتحدى نفسه عشان يقدر يرجع تاني يقول لهم لا انا كنت استحق ان انا كنت مع الاهلي المنافسة مع احسام حسن فكرت فيها ازاي وخدت القرار بقى ان انت رايح للمنافسة دي ازاي والله انت اي مكان هتروح هيبقى فيه منافسة اه ممكن تكون المنافسة في مكان بتبقى اقوى من مكان تاني طبعا حسام حسن لعب كبير وهدف التاريخ النادي سموحة والمنافسة دايما بتبقى يعني صعبة لما يبقى حد قديم في النادي وحد للرصيد كبير في النادي بس في الاخر انت بتشتغل وبتكتهد وبتركز مع نفسك انت وبتركز مع شغلك انت وفي الاخر دايما شغلك وتركيزك هو اللي بيبقى في الملعب يعني بس فالمنافسة هتبقى موجودة في اي مكان اه وفي الاخر المدرب بقى هو صاحب القرار في مين يلعب او مين ما يلعبش واحنا فقى واك كتير ممكن لعبنا احنا اللي اتنين مع بعض والفرقة كذبت ومشينا بشكل كويس اه بتمنى له التوفيق واتمنى ان احنا نفنش الموسم بشكل كويس يعني فادي عندك الرغبة بقى في ازاي اتعدت اهدافك الموسم ده وتعود فترة الغياب دي؟ طبعا انا راجل بلعب راس حربة ودايما راس الحربة او المهاجم بيبقى دايما مطالب ان هو يسجل اهداف ويكسب فرقته فطبعا بيبقى طموح ان انت كل ما اتش بتلعب وبتبقى عايز تجيب في جون اه حتى لو ما درتش تجيب جون تحاول تساعد الفرقة ان انت تعمل جون او تبقى مساهم بشكل كبير في في مكسب الفرقة فطبعا عندي طموح ان انا هزود عدد اهدافي وهنافس على هداف الدور ان شاء الله كم هدف كم استفادي لها دلوقت؟ انا كل المساهمات سابع اهداف لان دلوقت خمس تجوان وعمل جونية صنعت ضربتين جزاء؟ اعملت ضربتين جزاء وصنعت جون